اشتركوا في القناة الان في قاعدة بديتتعلموها دائما ركز على القاعدة اذا اشارت العددين متشابهتين دائما الناتج موجب واذا الاشارتين مختلفاتين الجواب ايش سالب طيب الضرب لكن في طلاب ستي في سبعة ما بيعرفوها بستة في سبعة طب كيف ننحلها حكيت في الحصة الاولى انه راح حل هاي المشكلة بكل سهولة طلعوا كيف بدأت تطبق ثلاث حركات بسيطة ستة بسبعة انا الفستديان ما بيعرف مش حافظ جدول الضرب في البداية من علمك بالتقسيط المريح بعدين بتحفظها الستة في سبعة الستة تتصير عشرة كداش بدها؟ بدها اربعة ماشي؟ اللي ايه فكرة المتممة والسبعة تتصير عشرة كداش بدها؟ ثلاثة تمام؟ تمام منضربها ايه؟ منضربها ثلاثة في اربعة باثناش اثنين باليد ايش؟ واحد ركزوا الفكرة المتممة بعدين منضرب بعدين منطرح واحد وسبعة ثمانية ناقص اربعة اربعة وانتهى الموضوع وانتهى الموضوع اذا ستة في سبعة هي ستة ممكن في اكواس في سبعة حلو وتساوي اثنين ايش واربعين جميل 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 هلأ يا شمالي خلينا نشوف هنا الاشارات والضرب استاذ سالب في سالب يعني اكيد موجب تعلمنا اذا الاشارتين متشابعتين موجبين طب ستة في ثمانية كيف ممكن تكتب سالب ستة في اكواس في سالب ثمانية اوه الاشارة تفكر انها موجبين بس كيف اضرب ستة في ثمانية انا حافظها ستة في ثمانية ثمانية اربعين بس ديروا بالكم الان شو متممة الستة تتصير عشرة اربعة والثمانية تتصير عشرة اثنين اثنين في اربعة اثنين في اربعة ثمانية ثمانية يا سلام هل اطرح breast ثمانية ناقص اربعة انها اربعة ثمانية وأربين في أسهل من هيك لا ثمانية 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 نريد سلطة طب سن الاجد طب نروح هلأ الإشارة سالبة موجب سالبة أكيد أو هيك إذن الإشارة إيش راح تكون سالبة سبعة في ثمانة أجل طالب قال إيه ولا في أسهل منها السبعة تتصير عشرة مكملة ثلاث والثمانة اثنين منضربهم اثنين في ثلاثة ماشي ستة ثمانة ناقص ثلاثة خمسة هاي اللي وعدتنا فيها تحللنا مشكلتها هاي نحلت مشكلتها طيب موجب في سالب طبعا سالب تسعة في سبعة مش عارف الساب اتعلمتها ايه شوي التسعة تتصير عشرة واحد والسبعة بدأ ثلاث ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاث سبعة ناقص واحد ستة وانتهى الموضوع إذن جعب يطبق ثلاث حركات السبعة متممتها تتصير عشرة ثلاث والتسعة متممتها تتصير عشرة واحد بعدين بضرب ثلاث ضرب واحد اللي هي ثلاث سبعة ناقص واحد ستة والسلام ثلاث حركات مكملين بعدين نضرب بعدين ايش نطرح والسلام طيب هلا اللي حفظ جدول الضرب راح يساعدني بالقسمة راح يساعد القسمة القسمة هاي الامثلة 72 على 9 لازم تكون حافظ جدول الضرب لازم تكون حافظ جدول الضرب استاذ 72 على 9 9 ضرب ايش يساوي 72 اكيد ايش 8 الانشارة موجب عموجب انها موجب سالب عسالب موجب اسمها منحطها 48 على 6 استاذ 6 ضرب ايش يساوي 48 اكيد 8 منحط احنا الاشارة هيك موجب لا اذا منحط ايش الثماني هون يلا مع بعض سالب عموجب مختلفتين اذا سالب 56 على 8 8 ضرب ايش يساوي 56 اللي هي السبعة يا سلام اللي حقود جدول الضرب صار ايش فتحة طيب 0 على 3 0 على اي مقدار او على اي عدد يساوي ايش 0 هون موجب عسالب سالب 63 على 7 7 ضرب ايش يساوي 63 انها 9 طب هون انتبهوا 0 على 3 0 طب 7 على 0 قيمة غير معرفة قيمة غير معرفة قيمة غير معرفة ديروا بالكم عليه مش بعد يقول لي 0 غلط طيب خلينا نروح على العمليات الحسابية على الكسور والاعداد الكسرية الكسور ليه باست ومقام باست ايش ومقام بس في ناس بيقول لي طب شو العداد الكسرية لما تكون ثلاثة مثلا الربع هاي اسمها عدد كسري الكسور انتو عارفينها لما واحد بيقول لك ثلاثة على اربع هذا كسر العدد الكسري ميزناه بيكون فيه عدد وكسر والكسر بيكون بس ايش ومقام طيب هلا العمليات الحسابية لما تسمع بكلمة العمليات الحسابية على السريع معناها الجمع والطرح والضرب والكسمة تمام قاعدة لا فيه اكثر من طريقة نعم فيه توحيد المقامات فيه قاعدة لا خلينا نتعود على طريقة لا طلعوا شو منساوي نضرب سبعة في ستة بيكون حوض جدول الضرب سبعة في ستة اثنين واربعين شيني شرهاي زائد بعدين بضرب ثمانة في تسعة اثنين وسبعين على المقام في المقام ثمانة في ستة ثمانة واربعين انا الهدف كيف جمع الكسور ممكن ما اوصل للصورة النهائية طيب اثنين واثنين اربعة اربعة وسبعة احداش على ايش على ثمانة واربعين لاحظوا لو بد اختصر على ثنين تزبط ليش انا احدة زوجي طيب بتكسم هاي على ثلاث نشوف واحد واحد اثنين واربع ستة بتكسم طب هاي اربعة زائد ثمانة اتناش بتكسم على ثلاث نعم اذا هاي بتختصر على ستة بتختصر على اثنين على ثلاث على ستة يا سلام خلينا نجرب بس هاي من شان ايش الدوائر من شان ايش الدوائر لاحظوا احداش في صعوبة هون لانو شفوا لو اخدت انت نص اثنين مثلا فيها خمسة بضل واحد اربعة عشر سبعة وخمسين اربعة وعشرين في ناس اثنين بكيف على ثلاثة بيعرفش اثنين بكيف طيب بنقسم على ثلاث خمسة اثلاث فيها ايش واحد بضل اثنين سبعة وشرين ثلاث تسعة طيب اربعة وشرين اثلاث انها ايش ثمان في اختصار اكثر من هيك طبعا على اثنين ما بتختصر اثلاث ما بتختصر حاليو بنخلي هيك طب ليش للصورة النهائية من شان الدوائر. من شان ايش? الدوائر. نحن نروح على مسألة ثانية. يلا بينا اوقع واحد يقول لي ضرب تبادلة. مش ضرب تبادلة. الضرب التبادلة يا حبابي لما يكون عندك خمسة على عشرة تساوي نص. الضرب التبادل هيك. هيك. لما يكون في مساواة. خمسة ضرب اثنين عشرة بتساوي عشرة ضرب واحد تساوي عشرة. هذا اسمه الضرب التبادل. اما هذا اسمه جمع الكسور طرح الكسور طب سيطة الكسور اللي بدكية. طب كيف نساوي? نضرب هيك. تسعة في ستة اربعة وخمسين. الاشارة سالبي ثمانة في سبعة ستة وخمسين. على المقام في المقام ثمانة في ستة ثمانة واربعين. يا سلام. اربعة وخمسين ناقل ستة وخمسين. سالب اثنين على ثمانة واربعين. نختصر سالب عموجة بسالب. عثنين فيها واحد. عثنين فيها اربعة وعشرين. هذه الصورة النهائية. اذا كل اللي خدناه في الحصة الاولى. هذا مكمل له. الاشارات. الجميع. الطريح. الضرب. القسمي. وبعدين هاي في هاي. بعدين المقام في المقام. ثلاث حركات. طب خلينا هون. يلا ما بعض هاي والحركة. سالب ثمانة في تسعة. سالب اثنين وسبعين. طيب نضرب هاي. اشارة سالب. سبعة في ستة. اثنين واربعين. على سبعة في تسعة. ثلاث وستين. الاشارات متشابهات. نجمع. نحط الاشارة ونجمع. اثنين واثنين. اربعة. اربعة وسبعة. احداش. على ماذا؟ على ثلاث وستين. ماشي؟ استاذ بدي اختصرها. يا استاذ. هون بتكسم على اثنين. اثنين. ثلاث خمسة. اثنين. ثلاث خمسة. اثنين. فردي ما بتزبط. طب على ثلاث. واحد واحد. اثنين. واربعة. ستة. بتكسم على ثلاث. اوه. احداش عثلاث. ثلاث. بيظل اثنين. اربعة وشرين عثلاث. فيها ايش؟ ثمانة. وهي الاشارة سالبة. على ماذا؟ فيها اثنين. فيها واحد. طيب. بتكسم على ثلاث؟ لاحظوا. ثلاث وثمانة. احداش. ما بتكسم. طب على خمسة. لا. طب هاي بتكسم على ثلاث. اه. شو دخلني؟ ما هي. هاي ما بتكسم. كده نسيبوه. هذا الجواب ايش؟ النهائي. وهو المطلوب. وهو ايش؟ المطلوب. خلينا نروح على صفحة احداش. نروح على صفحة احداش. لانه بدي احتاج شغلي. برجع للصفحة. بتدله. حالات خاصة على جمع وطرح الكسور. والاعداد ايش؟ الكسرية. فهمناكم شو الاعداد الكسرية؟ زي ما واحد يتبلك ثلاثة ونص. ثلاثة ونص. اداد كسري. الكسور انت بتعرفها بس. ايش؟ ومقام. وفي النظام العشري. توحيد المقامات. اول طريقة توحيد ايش؟ المقامات. توحيد ايش؟ المقامات. كيف؟ ثلاثة اربعة وواحد على اثنين. بتضرب هاي باثنين يا معود. وهاي بايش؟ باثنين. فصارت هاي ثلاثة على اربعة زائد. اثنين على ايش؟ على اربعة. المقامات زائد متشابهة. الثلاثة واثنين خمسة على ايش؟ على اربعة. حلو؟ الخمسة على اربعة. خمسة على اربعة. ممكن نكتبها واحد وايش؟ ربع. وممكن نكتبها واحد. ماشي؟ باينت ايش؟ ربع. خمسة عشر في المية. اللي هي بالقسمة الطويلة. طب هون يا شمالي. يلا نشوف مع بعض. الكسور. 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 توحيد ما خمان. هون ثمانة بستة. بتضرب هون ساد كنا نقول هاي في هاي. وبعدين هاي في هاي. بعدين على هاي في هاي. في ناس بيقول لك لا. انا بدي اضرب هاي بستة. ماشي؟ سالب واحد على ثمانة. سالب واحد على ايش؟ على ستة. بضرب هاي مش ثمانة وهاي ستة. بضرب هاي بستة. وهاي البسط كمان بستة. وهاي بضربها بثمانة. ضروري استاذه لا زمان لا لا. حل زي ما حلت قبل شوي. بصير. الان سالب ستة. وهنا سالب ثمانة على ثمانة في ستة. ثمانة واربعين. وتساوي. سالب ستة. سالب ثمانة. سالب أربع طاش. على ثمانة واربعين. أستاذ هيك الجواب النهاي في الدولة. لا. فيها اثنين. فيها سالب سبعة. على اثنين. فيها اربع وعشرين. وانتهى الموضوع. انسى غرامك راح. طيب. هون يا شمالي. نفس الفيلم. انا بطلت على لا لا. لا. توحيد مقامات. توحيد ايش مقامات. رقزوا معي. هون سبعة. بضربها هذه. في سبعة. وهي بضربها بايش. بسبعة. سبعة في سبعة. تسعة واربعين صارت زي هاي. اوه. اذا سالب. سالب. طلع سبعة. وهون زائد واحد على كم؟ على تسعة واربعين. وتساوي كم؟ سالب سبعة. زائد واحد. سالب ستة. على ايش؟ على تسعة واربعين. وهو المطلوب. فيش اختصار لا على اثنين ولا على ثلاث ولا على خمسة. المقامات لما تكون متشابهة موحدة بالكلام نجبع ان نطرح البسط او البسوط على المقام نفسه. هادي اسهل واسهل. بالرموز اي على بي زائد او ناقص سي على بي تساوي زائد او ناقص سي على ايش؟ على بي. طبعا هذا سهل جدا ما فيهوش اشي. المقامات الموحدة هاي المقامات ثلاث ثماني زائد ايش؟ سبعة وتساوي خمسطاش ركز معي. خمسطاش اه على ثلاث. استاذ هيك يخليها لا. شو علمتك اثنين ثلاث خمسة. اثنين ثلاث خمسة. اثنين فردي ما بتكسب. اثلاث اه والله فيها خمسة. اثلاث فيها واحد. اذا الجواب اواحد وتساوي خمسة. نروح على مثال زي هيك. اه استاذ المقامات متشابهة. اذا سالب ثماني سالب سبعة. على ثلاث. شو بتصير سالب خمسطاش على ثلاث. سالب عموجة انها سالب. انها ايش؟ سالب. حلو؟ وخمسطاش على ثلاث. انها ايش؟ خمسة. الاشارة اغلى ما نملك. الاشارة اغلى ما نملك. طب هون المقامات ايضا ما حدي. خمسطاش ناقص ايش؟ تسعة على سبعة. خمسطاش ناقص تسعة انها ستة على ايش؟ على سبعة. هل فيه اختصار على ثلاثة على خمسة؟ طبقا لا. خلينا نروح على ضرب الكسور والضرب. اوهو اوهو. هذا اسهل واسهل. ضرب الكسور اسهل من الجمع والطرح. ليش؟ لانه بتخبط البس في البس والمقام ايش؟ في المقام. ضرب الكسور لا يحتاج الى توحيد ايش المقام. طلع دائما انا احكي بالكلام. دائما تدريس بالكلام. بعدين بالرموز. بعدين بال ايش؟ بالامثلة. بالرموز. اي على بي ضرب سي على دي. تساوي اي ضرب سي على بي ضرب ايش دي. اعطينا امثلة يا شمالي. طبعا انا شايف اللي بدي يصير فتحة خاصة في الادبة. في الرياضيات بدي يعرف الاشارات. بدي يعرف الاولويات بدي يعرف العمليات. الاولويات انه بالاول الجمع والطرح. طبعا راح ناخذ الاولويات. اول ايش للأكواس. بعدين للأسس. بعدين الضرب والقسمة. الضرب والقسمة اللي بيجي علي صار بالاول. الجمع والطرح برضو نفس القاعدة. خلينا نشوف هذا. استاذ لما يكون ضرب البسط في البسط. والمقام في المقام. حلو. سبعة في ثمانية ستة وخمسين على تسعة في خمسة خمسة واربين. وانتهى الموضوع. استاذ في اختصار على اثنين؟ لا فردي. في اختصار على ثلاث. خمسة في ستة وحداش. ما بتكسب. انسى الموضوع. على خمسة لا في سفر ولا في خمسات هون. اذا ما بتكسب. خلاص؟ خلاص. طيب. الاشارات. سالب في سالب. الاشارات اغلبة ما نملك. سالب في سالب موجب. ثمانية في سبعة ستة وخمسين. على تسعة في ستة اربعة وخمسين. تسعة في ستة اربعة وخمسين. اه يا شمال. ممكن استاذ. الاختصار قبل الضرب؟ نعم. والاختصار بعد الضرب. وانه احسن. الاختصار قبل الضرب. على اثنين. على اثنين. فيها اربعة. اثنين. فيها ثلاث. او. اربعة في سبعة. ثمان وعشرين. اربعة في سبعة. ثمان وعشرين. يا سلام. على. تسعة في ثلاث. سبعة وعشرين. طب لا الساد ليش غلبتني هيك? اه دائما اسمعوني. حكمي ضروري جدا ندير بالك. اذا في عندك ضرب كسور. اذا في اختصار. اختصرني. اختصر. سهل. وبعدين ايش? اضرب. الساد لو ضربت هيك بتطلع ارقام كبيرة. على اثنين. لاحظوا. لاحظوا. على اثنين. فيها ثمان وعشرين. بعد ما تغلبت ضربت. على اثنين. فيها ايش? سبعة وعشرين. بطلع نفس الجواب. طب استاذ في الوزارة. شو بيجيبه لنا? الوزارة بتجيب لنا الصورة النهائية. فبدك تدير بالك على الاختصار. والصورة النهائية. والصورة النهائية. استاذ طب هاي سبعة تسعة. ضرب ايش? ضرب ستة. اه تنساش هيعة واحد. تنساش هيعة واحد. طب في اختصار استاذ? اه والله في اختصار. ايوة. اذا حلال مشكلة. اذا في عندك ضرب? اختصرني. اول ايش اختصر ثم ايش? اضرب. استاذ هاي على ثلاث. فيها ثلاث. على ثلاث فيها اثنين. والله صارت اسهل. سبعة في واحد عثلات ساز فهمتها شو اللي فهمتها قال إذا عندي ضرب يفضل الاختصار ثم الضرب وليس الضرب ثم الاختصار وليس الضرب ثم الاختصار بدنا نروح لموضوع قسمة الكسور العادية والأعداد الكسرية كيفية كيفية قسمة الكسور العادية والأعداد الكسرية شغلي بسيطة جدا نعمل ثلاث حركات هذه الربع ثبتها القسمة بصير ضرب واقلب اللي بعد الكسمة طيب بعدين نضرب البس في البس واحد ضرب ثلاث ثلاث اربع ضرب واحد انها اربع ثلاث ايش اربع في المستقبل بدنا نعلمكم انها لازم تتعلمها إلى 75% اللي هي نحول الكسر عادي لانه في الامتحان الاخير في الالفين واثنين وعشرين ركزوا على الكسور العشرية هذا كسر عادي بصد مقام هذا كسر ايش عشرة الثثة ارباع اللي بيعرف بالمصاري الثثة ارباع كل ربع لير 25 جرش اذا 75% طيب استاذ كيف حولها بالقسمة الطويلة بالقسمة ايش الطويلة لو واحد بدكسم ثلاثة على اربعة ثلاثة على اربعة هيك تحويل الكسر العادي اللي کیسر عاش بالقسمة الطويلة ثلاثة اربعة ما بتكسم بتنزل ايش سفر ثلاثين على اربعة فيها ايش سبعة سبع في اربعة ثمان وعشرين ماشي اطرح ظل اثنين 20 على 20 على أربعة فيها خمسة خمسة في أربعة بعشرين سفر سفر وهو المطلوب إذن 75% طيب هون يلا بينا اثنين تقسيم نثبت حلو ثبت اقلب ضرب الجمع القسمة بصير ضرب واحدة ثلاث ثلاث على واحد اقلب ثنين ضرب ثلاث ما هو البص في البص ثلاث ستة على واحد هل ما نحط ستة وهو المطلوب وهو المطلوب نركز ما بقى هون شو الهدف انه هاي ثنين على ايش على واحد شو صارت أربعة أخماس ضرب ثنين على واحد نصير واحد على ثنين الله الله علمنا عبد الرحم الشمال شغلي شهي الشغلي قال اختصرني يا الله هاي شو بترايحك اختصر اثنين بالضرب اما لو جمع لا اثنين في اثنين شو صف الجواب اثنين على خمسة استاذ اثنين على خمسة في الوزارة ما خلوها اثنين على خمسة شو كتبوها كتبوها أربعة بال بالعشرة أربعة بالعشرة طب ليش آه لما دك تقسم اثنين على خمسة ما بتقسم بتستلف أصفار الآن عشرين على خمسة أربعة أربعة في خمسة بعشرين سفر سفر وهو المطلوب ممكن نحطها ربين في المية ممكن نحطها أربعة مية في الألف دير باك الكسور على عشرية طب هون استاذ طلع الفكرة كيف طلع طلع خمستاش على اطناش الكل على ثلاث هاي بقدر الثلاثة اكتبها على واحد الثلاثة ايش اكتبها هون على واحد فشو منساوي هاي خمسة على اطناش ماشي تقسيم ثلاثة تقسيم ايش ثلاثة على ايش على واحد طب شو منساوي ولا في أسهل منها ساوي شاي خمسة على اطناش ضرب مقلوبها ضرب ثلث استاذ في اختصار والله الخمسة والثلاث لا ما في اختصار اذا وتساوي خمسة على اطناش في ثلاث ثلاثة في اثنين ستة ثلاثة في واحد ثلاثة واللي بعرفها ثلاثة في اطناش ستة وثلاثين وخلص طب لو هذا الرقم هيك وبدو يفكر انه يختصر بجرب على اثنين هذا فردي لا استاذ على ثلاث هذا خمسة ما بكسم على هنا الستة تكسم على خمسة لا فكر دائما اثنين ثلاثة خمسة اثنين ثلاثة خمسة هذا في الادبي اكثر شيء طب هون شو الهدف هذا السؤال كل سؤال له فكرة كل سؤال له فكرة استاذ هاي خمسة على سبعة تقسيم طلع شو بدأ عملها طلع شو بدأ عملها شغلة بسيطة جدا اكتبها سبعة على عشرة طيب الشمال شو قالنا قالنا بسيط جدا حول القسم الى ضرب خمسة على سبعة حلو ضرب عشرة على سبعة اه والله حولنا ثبتنا حولنا القسم الى ضرب وجلبنا المكسوم عليه استاذ في اختصارات لا ما فيش طب خمسة في عشرة كم والله خمسين وسبعة في سبعة كم تسعة واربئين وهو المطلوب طب هاي المسألة اه ساد هاي اثنين على واحد تقسيم ثلث لقيتها لقيتها عرفتها عرفتها ماذا قال اثنين على واحد ضرب مقلوبها ثلاث على واحد تساوي اثنين في ثلاث ستة على واحد وتساوي كم ستة وهو ايش المطلوب هون طب ورطني يا شمال شو ورطتك لا ولا في اسهل منها ركز معي هذا عدد كسري وهذا عدد كسري خلينا نحول لعدد الكسري لكسر عادي لكسر ايش عادي طلع كيف اثنين ضرب واحد اثنين وواحد ثلاث اذا ثلاث على ماذا على اثنين تقسيم يلا اربعة في ثلاث باثناش وثلاث خمستاش خمستاش على ايش على اربعة يا سلام سلام يا سلام بعدها قل الشمال يثبت الرقم الاول بعدين ضرب بعدين اقلب اربعة على خمستاش استاذ نعم بتدرب ثلاث في اربعة صح لكن انت اهبل ليش في اسهل ليش انت اهبل لانه يوجد الاسهل طب شو اصحاب استاذ اختصر اختصر يا راقم عا ثلاث فيها واحد عا ثلاث فيها خمش طبع اثنين فيها واحد عا ثلاث فيها اثنين الله اثنين على ايش على خمسة استاذ بخلوه هيك لأ علمنا عبد الرحم الشمالي قسمة طويلة بتطلع اربعة ايش من عشرة استاذ لو حطيتها اربعين في المية هيك بزبط بزبط استاذ لو حطيتها اربع مية في الالف بزبط نعم ضلك زيد صفار يوم الكيام ما في مشكلة بس احنا الصورة متعودين عليها في الوزارة اكثر اشي اربع انا بحب صراحة من خنتين لانه منقول ثلاثين جرش ربين جرش ستين جرش الى اخره جميل 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 اوي جوي جميل اوي جوي ماشي نروح لشغلي بسيطة جدا اللي هي مربعات الاعداد مربعات الاعداد لازم نكون ايش عارفينها كيف واحد تربيع طبعا واحد لو جينا هون ستة تربيع ستة في ستة ستة ثلاثين ليش لانه بكرة بيجيبوه لنا جذر التسعة واربين عسر يبدك تعرف ايش انها سبعة جذر الاربعا ستين عسر يبدك تعرف ثمانة والله التربيع انا يقول سهل التكئيب مرات الطلاب ما بنتبهوله التكئيب ما بنتبهوله ايش يا شمالي التكئيب واحد تكئيب كثير طلاب بقولك واحد تكئيب واحد في ثلاثة ثلاث لو معناها الدرس الاول اللي هو الاقتران الاسي بيعتمد على هذا الكلام الدرس الاول في منهاجكم يعتمد ما هو الاقتران الاسي بيعتمد على الاسس هاي معناها انك تكرر الاساس ثلاث مرات تضربه بنفسه واحد في واحد في واحد اثنين في اثنين في اثنين هون ثلاثة بثلاثة بثلاثة ضرب في طلاب اللي ما كنت كلهم فيه كل سات جمع ولا طريح اقول له ايش يا حبيب اماك لو الله قسمي فيه معناها ضرب على معناها قسمي و معناها ايش جمع معروفات طب وانا استاذ اربعة اربعة في اربعة ستاش في اربعة اربعة وستين هون خمسة تكئيب خمسة تكئيب خمسة ضرب خمسة ضرب خمسة مية وخمسة عشرين اللي انتو بتعرفوهاش صراحة اللي هي المتان وستاش المتان وستاش اللي هي دير بالكم 6 في 6 في 6 26 طب لا اعرفتش 36 هاي 36 نمعلم هاي 36 لنحطه باللون ثاني هاي 36 ضرب 6 6 في 6 36 18 21 تمام تمام التمام حلم الآن نعود للتكئيب والتربيع نشوف هذا بدنا نحفظ جدول الضرب على السريق سبعة تربيع سبعة في سبعة السريق تسعة واربين تسعة وإيش؟ واربين تمام التمام هذا تسعة واربين تسعة واربين الآن ركزه هنا نعيب أربعة قوة ثلاث أربعة قوة ثلاث أربعة قوة ثلاث كم تساوي؟ أربعة في أربعة ستاش ستاش في أربعة أربعة وستين تمام نشوف هنا دير بالك ثمانة والصفر أي عدد مرفوع للكوة سفر يساوي واحد باستثناء السفر ثمانة كوة سفر كم تساوي واحد خلينا نشوف هون هاي مهمة جدا انتبه فيه من أن نعمل إيش؟ حركة مهمة خمسة وسبقين لكل تربيع خمسة وسبقين تربيع كثير طلاب بقول له خمسة وسبقين تربيع بيقول لي كثير انتبه إذا فيه خمسة فيه لها حالة خاصة ونضرو بها بكل سهولة ركز معي ركز هانا بكون ركز اللي بحط عليه إشارة دير بالك عليه هون ركز على هاي هون السبعة شو الرقم اللي بعدها ثماني سبعة في ثماني ستة وخمسين وبتحط خمسة وعشرين وانتهى الموضوع وانتهى الموضوع طيب أستاذ أنا مش يمسدك هذا الكلام اضرب لي إياها هاي أستاذ سبعة وهي خمسة سبعين وهي خمسة وسبعين خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين واثنين سبعة وثلاثين بعدين بيج سبعة في خمسة 35 7 في 7 49 49 52 50 ماشي الآن اجمع 5 و 57 بطلع 2 و 53 وفيه باليد 1 بطلع نفس الرقم هات اجمع هن ماشي هاي 5 وهاي 57 نفس الكلام ماشي هاي 12 باليد 1 هاي 6 وهاي ايش 5000 نفس الجواب اطلع لجواب وطمنه طيب قلنا ملاحظة هامي اي عدد مرفوق للكوه سفر يساوي ايش واحد باستثناء السفر نفسه تقول لي سفر قوه سفر قديش قيمة غير معرفة طيب خلينا نيجي للعدد السالب المرفوق للكوه ان الان عدد ماشي والا عدد موجب دير بالك من شان نصير هاي سالبة لانه اذا هاي موجب مضروب سالب يعني سالب الاساس سالب وقوه ايش ان قوه ايش ان هلا الان ممكن تكون يا عدد فردي يا عدد ايش زوجي يا عدد فردي يا عدد زوجي اذا كان سالب مرفولة قوة فردي يعني راح يكون سالب راح يكون ايش سالب واذا كان زوجي راح يصير الناتج موجب اه واذا كانت القوة القوة سفر الجواب بدي يكون ايش واحد بشرط كلنا ما يكون الايه سفر طيب خلينا نروح يا شمالي نشوف هذا الكلام يلا مع بعض سالب سالب قوة زوجي اكيد موجب وعد تربيع وعد في واحد واحد ما منحطه اذا ايش الجواب واحد طب هون سالب قوة زوجي والله سالب قوة زوجي موجب ثلاثة قوة اربعة ثلاثة قوة اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة مرات في طريقة اريح استاذ اه بتكسمني الكوة لنصين القوة في ثلاثة ايش اثنين طلعك في التسهيل هون في حركة حلوة نقسم القس نصين تسعة في تسعة تسعة هاي في تسعة اللي هي ايش واحد وثمانين اذا الطالب الذكي الشاطر بيقولك بكسم القس الى ايش نصين طب سالب قوة فردي والله سالب واحد قوة ثلاث واحد الان سالب قوة فردي والله يا شمالي سالب ثلاثة تكئيب ثلاثة ثلاثة تسعة في ثلاث سبعة وعشرين طيب سالب ثلاثة قوة سفر اتفقنا ايش تساوي واحد طيب موجب موجب ثلاثة ها سالب ثلاثة قوة سفر والله واحد وايضا لو كانت موجب ثلاثة قوة سفر راح تكون ايش ايضا واحد راح تكون ايش واحد استاذ هاي ها دير بالك عليها لما كلك دير بالك عليها دير بالك عليها يعني فكرة جديدة فكرة حلوة نادر ما تسمعها سالب قوة زوجي موجب طب كيب بدى تضرب خمسة وستين تربيع فقط للخمسات ديروا بالكم الستة شو الرقم اللي بعدها سبعة الستة بعدين سبعة ستة في سبعة اثنين واربين جميل وحط الخمسة وعشرين هاي لانه خمسة في خمسة خمسة وعشرين فهمناها هاي النقطة راكز علي بقول لك راكز عليها راكز عليها ايوة الامنا نروح للأسس الصحيحة ايش السالبة الأسس الصحيحة ايش السالبة نقل بالأساس اللي هو هذا الأساس ونعكس إشارة الأس اللي هي نعكس n ده صير ايش n اذا نفهمنا القصة لما تكون هيك زي ما احنا شايفين بدنا نقل بالأساس وهي الأس نعكس إشارة الأس هاي اي عبي صارت بي على اي قوة بدل السالب n صارت ايش موجب n نشوف مع بعض هاي تساوي ايش يا شمالي ثلاثة عثل بتصير اثنين مهم جدا هذا بالدرس الأول على ثلاث قوة ايش ثلاث اه اثنين تكئيب والله ثماني وثلاث تكئيب سبعة وعشرين سبعة وعشرين حالو نشوف هاي استاذ نعم ماذا طلعوا ركز معي هون الاشارة سالبة سالبة ثلاثة على اثنين اه بدنا نقلبها صارت اثنين على سالب ثلاث القوة ونعكس اشارة الكوة اه موجب على سالب سالب قوة فردي سالب اثنين تكئيب ثماني على ايش على سبعة وعشرين ثلاثة تكئيب سبعة وعشرين بيجي الطالب بيسألني استاذ وانا حط السالب فوق ولا تحت ولا قبل الكسر الثلاثة صح يعني لو واحد كتبها هيك بالبسط واحد كتبها هيك او كتبها قبل الكسر كله صح يعني بالبسط يا بالمقام يا قبل ايش الكسر يا قبل ايش الكسر يعني حطها قدام هون حط الاشارة قبل ايش الكسر تمام خلونا نروح على خاصية حالة خاصة بهاي الخاصية اه شي هي الخاصية الايه قوة سالب ان تساوي يعني ايه على واحد قوة سالب ان استاذ اقلب واعكس اقلب واعكس هاي حالة ايش خاصة بتصير ايه على واحد واحد على ايه قوة ايش ان ايوه طب الان لامين للبسط ولالمقام اذا واحد قوة ان على ايه قوة ان على كل حال لليش هالتعقيد يا شمالي ما بدنا نعقد ما بدنا نعقد طلعوا ثلاثة اواحد هاي على واحد طب بتصير واحد على ثلاث هيك قوة اثنين طيب واحد تربية واحد ثلاثة تربية يا الله واحد على ايش على تسعة سدي ده نفس القاعدة اللي بقى بقلتلك حالة خاصة يعني نفس القاعدة نفس ايش القاعدة برد عيدة هاي الان ايه قوة ايش سالب ان بنحطها ايه على واحد بنقلب واحد على ايه والسالب بصير موجب طب الان لمن للباست والمقام بتتوزع القوة بتتوزع على الكسر للباست والمقام واحد قوة ان والله ياعم واحد شايفينها وايه قوة ان طب ناخذ هذا المثال ثلاثة وثلاثة الكل بدي يشارك الآن الثلاثة يعني ثلاثة اواحد بصير واحد اثلاثة والماقس اثنين بصير اثنين واحد تربية واحد طب ثلاثة تربية ثلاثة تربية كام تساوي تسعة اذا واحد على تسعة من كون هيك اعزائي الطلبة انهينا الحصة ان شاء الله نلقاكم في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته